السلام عليكم في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة زراعة الطماطم من البزور باستخدام طماطمية واحدة فقط طريقتها سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله نتعلمها والكل يستفيد ونزرعها في بيتنا سواء في البلكونة او في السطحة وفي حديقة منزلنا كل اللي احنا محتاجينه طماطمية بس يكون حمرة ومستوية بمعنى صح زي ما انتم شايفين كده نستخرج منها البزور ممكن نغسل البزور الاول وبعد كده نحطها في الاسس بتاعنا ممكن نستأخدامها بالطريقة دي على طول مش هتا ما فيش اي ضرر وان شاء الله نسبة الانباد تبقى كويسة ويشتغل معانا بسرعة طبعا مهم جدا التربة اللي احنا نستخدمها التربة تكون خفيفة غالية بالعناصر اللي بيحتاجها اي نبات من العناصر الصغرى وزي ما انتم شايفين هو بنفضي البزور من الطماطماية بالطريقة اللي انتم شايفينها وبنوزعها كويس على التربة بعد بعد كده بيتم تغطيتها بتربة تاني يعني حوالي بتم ارتفاع سنتي او نصف سنتي على البزور طبعا لازم نغطي البزور كلها كويس بعدين يتم الراي راي يكون خفيف برضو لو الطربة معانا خفيفة يبقى الراي ما ينقطرش مية عشان البزور ما تعفنش بعد اسبوع ممكن نغطي بكيس لو الجو ساعة ولو الجو كويس يبقى خلاص مش لازم نغطيه ده شكلها هو بعد اسبوع الحمد لله ما شاء الله نزبط الانباك كويس هتمنى كون استفدتم الفيديو وشكرا اللي امتبعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته